فرسل بتاعنا بيبدأ سنة 1948 بمردون وهو رايح يقابل ناس من الجماعة الغامضة اللي بيتبسوا بيدا لدول والمفروض انه متطوع علشان يتعمل عليه تجربة وفعلا دخل فقالة غريبة والعالم شغالها عليه فعمرت اشعة قوي جدا وبدأ يصرخ بصوت عالي وجسمه انفصل عن بعضه كأنه بقى اعبارة عن مجموعة مكعبات نسيبهم بقى ونروح لعام 1988 مع كليف اللي كان سابق عصره في سباقات العربيات وقبل ما يبدأ سباقه مراته قررت له اتمنى تعمل حدثة وتموت وفعلا بدأ السباق وكان ماجي تمام والدنيا حلوة معاه لحد ما مراته قررت انها تشتت انتباهه او هامته انها بتخنه مع المساعد بتاعه ففقد التركيز وعمل حدثة فعلا والمفروض النمات وهو بنفسه عارف النمات خلاص لكن فاق تاني وهو في واحد واقف في اوشه وقال له انا اسمي دكتور نايلز ولو سمعني حرك راسك وكلف فعلا حرك راسه ودكتور نايلز قال له انت تعرضت الحادث وجسمك بالكامل اتضمر وللأسف ما عادش فيه امل انه يرجع سليم بس انا عرفت عالجك وكلف عينه جات على التاريخ اللي متعلق وكان سنة 1985 يعني بعد الحادثة بتاعته بسبع سنين فاتصدم وحاول يتحرك لانه عاوز يشوف زوجته وبنته لكن ما عرفش يتحرك ونايلز اطرت فيه ويسابه وقام وبعد لحظات جات واحدة اسمها ريتا وشغلته تاني وقالت له انت المفروض ميت لكن دكتور نايلز اعرف ينقذ عقلك وركبه على الجسم ده وحطت قدامه مرايح علشان يشوف نفسه لانهم صنعوه كانسان آلي بعقل بشري وكلف اتصدم وسأل دكتور نايلز انا فين فقال له ده بيتي والمفروض دلوقتي بقى بيتك انت كمان وكلف قال له انا ذكرياتي كلها مشتتة ودكتور نايلز قال له لما عقلك يشتغل شوية هتبدأ تفتكر كل حاجة وبعد كده عرفه على ده واسمه لاري ترينور وهو شكله غريب اه وهقول لكم قصته كمان شوية المهم ان لاري بقى هو المسؤول عن كلف لحد ما يقدر يتعلم الماشي في جسمه الجديد وكلف حاب ينكت عليه شوية وقال له انت طلقت امتى من مقبرتك الحرونية ولاري قال له لا دمك خفيفي اه وكلف سأله انت ايه بقى قصتك فقال له انا في الطبيعي طيار وفي عام 1961 طلقت في رحلة جوية كان المفروض ان انا بختبر قدرات طيارة جديدة والمفروض انها تقدر تقرب من الفضاء وهو اللي ترشح علشان يجربها لانه افضل طيار في الوقت ده وهو فعلا انطلق بالطيارة والوضع كان تمام لحد ما قرب من الفضاء وفجأة لقى طاقة كهربائية غريبة ظهرت في وشه واختركت الطيارة علشان تدخل في جسمه بالكامل ومقدرش يقاومه ففقد الوعي والطيارة وقعت بي من ارتفاع عالي جدا لكن لما عربية الانقاذ وصلت لقوا لاري واقفوا مقابلهم وهو النار ماسك في جسمه ومشوها بالكامل لكن ما ماتش وطبعا بقى بالوضع اللي انتو شايفينه حاليا وهو كده بقى بطل خارج لكن مكسوف شوية وهم خب يوشه وتاني يوم وهو كلف قاعد ريتا راحت تضيع وقتها شوية معاه فاسألها انت ايه اللي وصلك لهنا فبدأت تحكيله قصتها وهي انها كانت ممثلة مشهورة جدا في الخمسينيات والكل يعرفها ويحبها بسبب شدة جمالها لحد ما راح التصور في افريقيا سنة 1955 والتصوير كان جانب بحيرة والمفروض انها هتمشي على لوح خشبي فوق البحيرة وفجأة الخشب تكسر من تحتها وريتا وقعت في البحيرة والكل يوقف يتفرج عليها بدون ما يحاول يساعدها وهي كانت لسه فائقة وحاولت تطلع لكن في حاجة غريبة ولونها اخضر قربت منها ودخلت في مناخها ولما ريتا طلعت وقفت على رجلها عادي وقالت لهم انا تمام لكن الكل كان بيبصلها بخوف فقالت لهم انتوا اول مرة تشوفوا واحدة جميلة ولا ايه والمساعدة بتاعتها طلعت لها المرايا فشافت نفسها وشاكن شبه سايح وكان لسه بيسيح على بعضه اكتر وجسمها بالكامل بدأ يحصل فيه حاجات غريبة وبكده بقت ريتا القبيحة وبترجع لشكلها الطبيعي لو حست بالهدوء اللي هي حاسة به طول ما هي موجودة في بيت دكتور نايلز وكلف بعد فترة من التدريب على المشي بدأ يشوف ذكريات وهو بيعلم بنته تطلع السلم واخيرا عارف يطلع السلم زي ما كان بيعلم بنته وبكده بقادر يمشي ورح لدكتور نايلز وقال له عيلت لها حق علي ان لازم ارجع لهم ولما يشوفوني يقدروا يقرروا ان كانوا هيقبلوني او لا ونايلز قال له عاوزك الاول تسمع الكلام ده متسجل بصوتك قبل ما تموت كلف لما سمع الكلام بدأ يفتكر كل حاجة وعقله جمع كل الذكريات صح وهي انه ماتش في سباق العربيات وهو اللي طلع الاول في السباق كالعادة ولما حاب يحتفل بانتصاره ضرب المساعد بتاعه اللي مالوش اي زنب وكان ضحية لزوجة كلف لانها اقنعت كلف انها بتخونه مع المساعد اللي تقريبا مات خلاص وكلف قرر ان انفصل عن زوجته كمان لانها المفروض بتخونه بس بعد فترة من العيشة الباقسة اتصل بزوجته تاني علشان يسيب لها رسالة مسجلة لكن ردت عليه كانت مبسوطة باتصاله وهو فقت ترجع له ففرح جدا وراح ياخدها هي وبنته علشان تقيش معاه لكن الحلو ما بيكملش لان كلف عمل حدثة ودي بقى اللي تسببت له في اللي هو بقى فيه وكلف لما افتكر ذكرياته انهار ودكتور نيلز قاله للأسف انت الناجي الوحيد من الحدثة فتعصب وبدأ يدمر في اي حاجة بتقابله لكن في النهاية اتقبل الوضع اللي بقى عايشه وحياته بقت عادي خلص من سنة 1996 وبدأت السنين تفوت عليه وهو عايش في بيت نيلز مع ريتا ولاري لحد ما وصله لسنة 2019 وفي 2019 انضم لهم واحدة جديدة خارقة للطبيعة برضو ودي بقى عندها انفصام في الشخصية والشخصيات اللي جواها عددهم 64 شخصية وكل شخصية منهم عندها قدرتها الخارقة وطبعا برضو عندها 64 اسم اسم الكل شخصية بس علشان ما نتلغبطش هنسميها الجين وده كان اسهل اسم بصراحة ولما فات على الاربعة فترة طويلة وهم عايشين مع بعض دكتور نيلز قال لهم انا هضطر اسيبكو واروح لرحلة بسيطة هتاخد مني كام يوم وهرجع واهم حاجة ما تخرجوش من الاصر النهائي ولما مشي اول حاجة فكروا فيها انهم يخرجوا من الاصر وبصراحة الفكرة كانت بتاعت جين والكل رفض يخرج معها لكن عارفت تقنعهم ولما وصلوا الاقرب مدينة ريتا نزلت ويا فرحانة لانها بقالها اسنين طويلة مختلطتش مع اي بشر ودخلت لمطعم وجين وكلف بدأوا ياخدوا جولة في الشارع مع بعض والناس كلهم كانوا بيبصريهم باستغراب والموظفة بتاعت المطعم قالت لريتا انت شبه ممثلة في الخمسينات والممثلة دي اسمها ريتا وانا بحبها جدا مع اني ما حبتش اي ممثلة قبل كده وريتا طلبت منها تتكلم اكتر عن الممثلة دي لانها فرحت ان لها ناس بتحبها لحد دلوقتي وليلي كان متردد ينزل من الباص لكن نزل ودخل لبارع علشان يشرب اي حاجة يعني عايز يرتب على مراوح قلبه بمناسبة انه طيار والموظفة لسه ما تعرفش انها قعدة مع ريتا اصلا ولسه بتكلم ريتا عنها وقارت لها ابويا قالي ان ريتا اختفت في فترة الخمسينين وكانت بتصور فيلم والمخر اكتردها منه لان الكل بعد عنها لانها بقت بتصور افلام اباحية وليتا اتصدمت لان الكلام ده اهانة وظلمة ليها وصدمتها اثرت على وشها وجسمها بدأ يسيح تاني وطبعا هي كانت اختفت بسبب الحادثة اللي حصلت لها مش لانها بتصور حاجة يعني وجين قالت لكليف انت ليه ما بتتصلش ببنتك فقال لها بنتي ميتة فقالت له مين قالك كده فقال لها هي ميتة انا متأكد من كده لكن جين قالت له كل اخبارك على الانترنت وعارفة ان انت المفروض موت في حادثة عربية وزوجتك رأسها طارت وبنتك كيلير هي الناجية الوحيدة لانها كانت قصيرة فقال لها كلامك غلط ولما حبت تجيب له المعلومات كسر لها التليفون لانه مش عايز يعرف الحقيقة وليتا لسه جسمها بيسيح منها وما بقتش قادرة تسيطر عليه وبدأت تكبر لحد ما ملت المكان بالكامل وبقت بتمشي وهي شكلها غريب ومش بهن لها ملامح ولاريس لما شافها ماشية كده اتوتر واتقى اللي في جسمه اطلعت منه وهو اغمى عليه واتقى بدأت تدمر في المكان وجين كانت عاوزة توقف ريتا فاتحولت لبطلة نارية لكن كيليف قال لها لا انت كده مش هتساعديها انا هتصرف وراح بسرعة ويف قدامها ورفع الاسفل وكانت هي دي خطته علشان يوقفها وهي فعلا وقفت وراسها بقت جنبه وقرت له انا عاوزة ارجع للبيت وفعلا رجعوا للبيت وبدأوا تشوفوا كل القنوات التلفزيونية وهي بتتكلم عنهم وكمان كانت مسوراهم ودكتور نالت شاف اللي حصل فرجع بس شاف حاجة في الطريق خوفته وراح للجماعة دول وقالوهم ان تدمرتوا كل حاجة وكان خايف لان اعداء اللي بيحاول يهرب منهم بقالوا سنين كده خلاص عارفوا مكانه بسبب اللي الجماعة دول عملوه وعلشان كده قالوهم احنا لازم نسيب القصر ده ونروح نعيش في اي مكان تاني ده لو حابين ان احنا ما نموت كلنا وكلف قال بما ان فيه خطر جاي لازم نبقى موجودين علشان نحمل مدينة وسكانها لكن محدش وافق على كلامه وكلهم مشوا مع دكتور نيلز وسابوا كلف وراه وده لان ده اختياره وجين رجعت في كلامها وقالت انا مش مقتنعة ان ممكن اتخلع عن كلف وسألت الباقي عن رأيهم وكلهم وافقوا يرجعوا له تاني ورجعوا له واتجمعوا مع بعض في شكل جميل علشان ي حربه الشر لكن الشر كان وراهم وهو موجود في الباص اللي نايلز موجود فيه والشر ده اسمه موردن لو تفتكروا هو نفس الشخص اللي اتعمل علي تجارب في اول الحلقة وبقى بطل خارج وكره لدكتور نايلز ونفسه ينتقم منه باي طريقة لانه هو اللي حاوله للكائن ده وقال له عاوزك تشوفني وانا بقت للمسوخ اللي انت صنعتهم ومن الواضح انه قوي جدا لانه بكل بساطة عمل دوامة غريبة في الارض قدام الفريق الخارج وكانت بتكبر وبتبلع اي حاجة بتقابلها وسحبت ناس كتير جدا جدا جواها لدرجة انها تقريبا سحبت المدينة بالكامل وجين لقت الباص اللي دكتور نايلز فيبي تسحبه وكمان للحفرة وحاولت تمسك الباص بكل قوة لكن الموضوع كان صعب جدا عليها والباص طر ونزل في الحفرة وجين اتعصبت وكررت ننطف الحفرة ورا الباص وفعلا عملت كده واول ما نزلت الحفرة تقفرت وراها وكلف ما بقاش عارف تصرف ازاي او يعمل ايه ودي واحدة في مكان تاني خالص ومتثبتها بسلح من حرامي وقال لها تحبي كل الفلوس اللي في حسابك ولما راحت تسعب الفلوس لات مكان ترقيت امي بتكلمها وبتسألها لو الشخص اللي وراها حرامي فاستغربت وقالت للحرامي ما كان عاوز تتكلم معاك ولما قرب منها تلعت له فلوس كتير وفجأة في واحد ظهر وضرب صعب الحرامي والحرامي خاف لكن ملحقش لان الشخص ده وصله وعمل معه الغلط بكل بساطة والبنت لما شافت الشخص ده اتعرفت عليه لانه يبقى البطر الخارق اللي كلنا نعرفه السايبورج واللي ما يعرفش مين ده هتلاقيه سلسلة افلام جاستيس ليج وهحط لك لينك الملخص بتاعها في الوصف ولاري قرر انه يسيب المدينة ويبعد لابعد مكان ممكن يروح له ولما الباص اللي هيمشي فيه وصل اتقل اللي في جسمه طلعت فاغمع عليه لحد ما الباص فاته ونفس الوضع حصل معه في كل مرة كان بيحاول يسيب المدينة ومن الواضح ان الكيان اللي عايش في جسمه ما كانش حابب انه يسيب المدينة خالص ولما لاري فقد الامل اضطر يرجع تاني الاسر دكتور نايلز وكلف بيجري ورا الحمر ده بقاله وكان بيحاول يمسكوا باي طريقة لانه لي علاقة بالبطر الخارق اللي خطف دكتور نايلز بس لما اليوم خلص سايبورج وصل ومسك الحمر وقال لكليف انت ليه بتجري وراه وكلف قال له انت مالك وسايبورج قال له انا هنا علشان حاسيت ان دكتور نايلز في خطر وفجأة وهم بيتكلموا الحمر عمل صوت غريب وتفجي من بقه وكلف عارف ان كل اللي اتسحب من المدينة اكيد موجود في بطن الحمر لكن قعد مع جين وحاول يقناعها تقول لهم هي شافت ايه في بطن الحمر لكن للاسف اللي قدامهم دي ما كانتش شخصية جين وكانت واحدة من المدينة وسايبورج قعد مع شخصية من شخصية جين وحاول اطلع منها باي معلومة بالحب فقالت له انا معرفش حاجة لان كيتي هي اللي شافت كل حاجة فقال لها طب هاتي كيتي اكلمها فقالت له بس دي ما حدش بيحبها وانا حبسها تحت بطن الارض لكن هو كان وثق من نفسه وقال لها انا هحبها عادي فقالت له انت اللي طلب واول ما تحورت لشخصية كيتي قلبت لانسانة شريرة وما عندهاش تفاهم وكانتها تقتل س سايبورج خالص وسايبورج كان هيدخل معها في معركة لكن كليف وصل وقال له ما تقزيهاش لان دي مهما كان لسا جين وجينة حولت لشخصية تانية خالص وعندها قدرات كهربة وكهربة الاتنين دول بدون تفاهم وبعد كده بصت لكلف وبدأت تطلع عليه كل قدراتها الخارقة اللي موجودة في كل شخصياتها الخارقة كان في عندها قدرة عجبتني انها لما بتتكلم بتحول الكلام لأ ده حد بتقتل بها اي حد يا عايز انا معرفش بتعمل كده ده بس يعني قدرات خارقة كتير بس في في النهاية سايبورج غفلها وحبسها في غرفة مصنوعة مخصوصة علشانها وقفل عليها ولما حبسوها نزلوا علشان يفحصوا الحمار ويشوفوا لو فيه اي فتحات من اي مكان او تفسير منطقي اللي انه يبقى بلع مدينة كاملة وعلشان يعرفوا هو جوا ايه طلبوا من ريتا انها تاخد شكلها الغريب علشان يعصروها جوا بق الحمار وتحاول تشوف لهم هو جوا ايه وكانت في البداية قرفانة ويعني حاجة كده مقززة بس وفقت على القرف ده بعد عناق وفعلا بقت ماشية في ب انها شافت كل حاجة جوا وفجأة هي كمان اتسحبت لجوا والسايبورج لما حاول يمدي ايده علشان يسحبها اتسحب هو كمان ومعه لاري وهم كده بقوا جوا مادة الحمار ولقوا نفسهم بقوا في عالم غريب جوا بطن حمار وكل اللي ميتين في بطن الحمار متعلق لهم الصور علشان ارواحهم تفضل محبوسة جوا والثلاثة لقوا سماعات فاخدوهم ولما لبسوهم سمعوا صوت مردون البطل الشرير بيكلمهم وبدأ يلعب في عقولهم ومسكهم واحد ورد تاني وكان بيخلي كل واحد منهم يعتقد ان حياته مشيت بالشكل المثالي وما حصلوش اي حدث يتحولوا البطل خارج وكان كل هدفه انه يشتت عقولهم وهو فعلا نجح في كده لانهم كانوا خلاص بقوا انهاروا وبقوا ضحية ليه لحد ما الكيان الكهرباء اللي في جسم لاري اتدخل ودمر كل الصور اللي حبسة ارواح الناس في بطن الحمار وبعد كده راح يحرر لاري واصحابه ومردون قال لهم حظكوا ان في حد يحرركوا كلكم ينقذكم من عذبكم البطيء لكن اعرفوا انه كلكوا تحت رحمتي وكلهم خرجوا من بطن الحمار ومش لوحدهم لان كل حاجة خرجت والحمار مفجر وبقى ميت حدة وكل حاجة في المدينة رجعت لطبيعتها والكيان دخل لجسم لاري تاني ففاء والثلاثة اللي خرجوا كلهم دم كان يعني كانوا بطن الحمار طبيعي يبا كلهم دم وسايبورج قال لاري اشكر لنا الكيان اللي جواك لانه انقذنا وكلف لما لقى جين رجعت خرجها من الغرفة وخرج يشوفوا ايه اللي حصل ولما شفيتهم قالت لهم انا كنت عارفة ان ده فخ وكنت عاوزة اقولكوا انه الحمر فخ مش اك دكتور نايلز فقالوله كل اللي نعرفه انه لسه عايش واللي خطف ومسمى نفسه لا احد ومش هنسيبه الى لما ينتقم منه لكن ابو سايبورج وصل وخده وقال له كل اللي بيحصل ده ما يخصكش وانا بجهزك عشان تبقى بطل خارق عالمي وسايبورج قال لابو نايلز محتاجني ومش هتخلى عنه وسابه ومشي وابو قال له لو رجعت هزوت قوتك وهرقيك علشان تبقى اقوى من القدرات اللي عندك بمراحل وسايبورج قال له مش عاوز غير يومين انقص فيهم نايل وهرجع لك ولاري دخل لغرفته والاول مرة يقلع اللي على وشه وبص في المراية علشان يكلم الكيان اللي جواه وشكره وبعد كده كتاب له رسالة وسابها وراح نمع على السرير والكيان وصل وشايف الرسالة ومكتوب فيها انهم محتاجين يحطوا بعض القواعد الاساسية وجين في غرفتها بترسم رسمها لسايبورج وهو شايل دكتور نايلز وبيحاول يهرب بيه من حاجة والحد هنا الحلقتين الاولانين خلصوا ولو حابين نكمل المسلسط ده ما تنسوش اللايك علشان تدعموه انه يشتغل وتشجعوني يعني اني اكملو